تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة ما بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص كما تابع مدبولي موقف توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية فضلا عن متابعة جهود توفير الأرصيدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذلك إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية مع استمرار العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقين